أزيدكم مش عريبيت بقى وهذا أنا أعرفه يعني ده مش عرفته من الاختيار هذا أنا أعرفه هم نفسهم الكتل اللي جواهم ليست لها وحليف يعني كتلة خيرة الشاطر وبالمناسبة علشان الناس اللي بتتكلم وبتقول إنه على فكرة خالد الصوي عامل دور غير طبيعي الناس اللي بتقول إنه خيرة الشاطر دوره في المسلسل إنه هو كان بيوملي لا ده كان مرسي بصماجي بصماجي بالنسبة خيرة كان يدير إدارة كاملة خيرة لغاية أما الدنيا خلصد كان يدير من منزله يا جماعة بوابة مصر أنا بقى بقولك معلومة مش بقولك أنا ده بعيني وسمعته وشفته والناس اللي كانت بتطلب الكلام ده سمعيني دلوقتي وعرفيها بقول إيه ما حدش كان يعرف يدخل مصر وقت الإخوان غير ما يعدي على خيرة الشاطر هو البوابة هو اللي وقف على الباب الكارتة أي حد عايز عايز تبيع كتاكيد صفرة لازم تروح لخيرة الشاطر عايز تعمل خيرة الشاطر عايز تسأخ خيرة الشاطر وكل التوريد هناك عند خيرة الشاطر مرسي فعلا زي طب واقولك كمان لكتر من كده وأنا كان ليه شغل في الموضوع ده جي وقت كان خيرة الشاطر ومرسي بيغيروا من بعض غيرة شديدة لأن خيرة الشاطر بعد شوية لسان حالو عايز يقوله وأنت مصدق أنتو نسيين إن خيرة الشاطر معلش أرجع بيكو يعني القهقري هو مش خيرة الشاطر هو اسم اللي استبني جيل مرسي ازاي أنا آسف مش أنا اللي سميته كده يعني أو أنا اللي سميته كده مش فاكر هو اسم اللي استبني جيل مرسي ازاي خيرة الشاطر كان هيبقى أول رئيس منتحب لمصر أو منتخب لمصر كان خيرة الشاطر ولكن حصل في الأمور أمور وجه مرسي لم يكل ما كانش هيبقى ده هو رئيس الصدفة رئيس أو جهة مرسي يا جماعة بس خيرة الشاطر هو الريس